ومعنا من بغداد للحديث بشأن هذه القرارات الخبيرة الأمنية والستراتيجية فاضل أبو رغيف ألم بك سيد فاضل يعني بداية كيف تابعت القرارات أو التغييرات التي أجرها السوداني في مواقع أمنية حساسة نعم آية تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريم أولا هذه التغييرات هذه المرة قد تختلف عن التغييرات السابقة حتى من قبل الحكومات المتعاقبة المنقضية وغيرها بيد أن هذه التغييرات جاءت هذه المرة من رحم المؤسسة الأمنية والاستخبارية والمخابراتية فنبدأ بصورة مختضبة وإجمالية من تبديل جهاز الأمن الوطني في جهاز الأمن الوطني تم اختيار أبو علي البصري ليتورى زعامته وعرافته بيد أن أبو علي البصري يملك سجلا حافلا من مكافحة الإرهاب ومن ضرب الجريمة المنظمة ومن مكافحة المخدرات لأنه هو من قام بتأسيس خلية الصقور التي طالما ضربت مفاصل الإرهاب وطالما فككت مئات من المجامع والمفارز والولايات لتنظيم داعش والقاعدة والنصرة حتى أن النصرة كان عمل في مرحلة سابقة فضلا عن ذلك يعني أبو علي البصري يملك رؤية في بناء الأجزة الاستخبارية والميدانية والتعبوية وهذا ما أهله بأن يكون فاهم الخارطة الإرهابية والخارطة الجنائية وخارطة الجريمة المنظمة بأنه تمكن من تفكيك أيضا بضع مجاميع للأصابات الجريمة المنظمة وهي تتاجر بالمخدرات وتتاجر بالعملة والسوق السوداء واختتم أبو علي البصري بمهمة أزدية له وهي مهمة يعني رئاسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد حيث أنه ابتعد عن الجو الإعلامي والشو الإعلامي وقام بالقبض على بعض يعني بعض الشخصيات النافذة وقام باسترجاع أموال لخزينة الدولة والقبض على مدراء مصارف على مدراء دوائر على مدراء تقاعد على مدراء بنوك على مدراء يعني بعض الدوائر خصوصا فيما يتعلق بالتقاعد وبالأراضي وبالعقاري وبالأموال فيما يتعلق بالبنوك هذا طبعا أيضا أكسبه خبرة في مكافحة الفساد واليوم هو يتولى جهاز الأمن الوطني جهاز الأمن الوطني هذه المرة هو جهاز يتصدى لجراء ثلاثة جريمة الإرهابية والجريمة الجنائية والجريمة المنظمة لتتشعب منها المخدرات طبعا الذين نقلوا من جهاز المخابرات أو من جهاز الأمن الوطني أيضا نقلوا إلى دائرة مهمة جدا وهي مستشارية الأمن القومي ومستشارية الأمن القومي تكاد تكون هي أهم دائرة أمنية في البلاد بأنها تضع الخطط الاستراتيجية والخطط الأمنية والرؤى الاستخبارية والرؤى المعلوماتية لكافة الدوائر الأمنية والاستخبارية لذلك هم ستكون عصارة جهدهم في جهاز مسشارية الأمن القومي حتى يقوموا بإعداد دراسات تُعطى كخارطة طريق للأجزة الاستخبارية والمخابراتية والأمنية طبعا الأخ حميد الشطري سبق له أن تولى رئاسة جهاز الأمن الوطني والرجل أيضا كان بارعا في إدارة هذا الجهاز وأعتقد أنه أعطى الكثير وحقق الكثير لذلك أيضا أعتقد أن الأمور تسير بخطا حديثة طيب يعني ما إنعكاس هذه التغييرات على المشهد السياسي وإيضا على البرنامج الحكومي يعني أولا الإنكاسات يعني دعيني أقول لك يعني أولا لا توجد هناك أي خلفية سياسية إثر هذه التغييرات ثانيا هذه المرة التغييرات جاءت متسقة مع التدوير الوظيفي وضخ الدماء الجديدة ويعطى الزخم للخطط المستقبلية سواء كان على مستوى الأمن الاقتصادي أو الأمن الإرهاء الجنائي أو الأمن مكابحة الجنمة المنظمة وهذا من شأنه أن يعطي يعني روحا جديدة في تبديل الخطط الأمنية وفي عادة الخطط النظر في عادة الخطط الاستخبارية والنظر طالة أخرى بخارطة الإرهاب أين يتوزع أين يتواجد أين يتحصن أين يتوارى فضلا عن ذلك يعني العراق يمر بانتعاش اقتصادي لكن يحتاج هذا الانتعاش لمكافحة عمليات الجنمة المنظمة من غسيل أموال من تهريب أموال من تلاعب العملة فضلا عن ذلك يعني الأمن الوطني هو الآخر ستكون إضافة لمهامه مكافحة هذه الجرام آنفة الذكر هناك أيضا مكافحة الفساد أيضا ستزدى أيضا بأثر تقادمي وأثر مستقبلي لأبي علي البصري فسيكون يعني وزيرا لجهاز الأمن الوطني وكذلك رئيسا للهيئة العليا لمكافحة الفساد التي ستأخذ زخما آخر وهو مدعوما من القوة الفريق التكتيكي والقوة الفنية والدوار الفنية المعلوماتية والاتصالات أيضا في خدمة الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونحن إذا يعني رؤية جديدة وقادم الأيام ستكون هناك ثمار سيكشف النقاب عنها لاحقا طيب سيد فاضل يعني رئيس الوزراء السوداني تحدث عن تحديات تواجهة الحكومة في الستة شهور المقبلة ما طبيعة هذه التحديات التحديات كثيرة أول هذه التحديات هو انسيابية توزيع الموازنة إلى هذه الوزارات وآلية إعطاء حقية لهذه الوزارات وإثبات كل وزير آهليته فيما إذا نجح في إدارة هذه الأموال المخصصة سواء كان بشقيها التشغيلة أو الاستثماري لذلك أعتقد أن هناك مشاريع معطلة هناك مشاريع متلكئة هناك مشاريع يعني جديدة هذه طبعا ستثبت مدى قدرة الوزير على إدارة وزارته وإدارة المشاريع التي ستكون بحوزته ومدى قدرة التنفيذ لذلك يعني الدوائر الرقابية سيكون لها دور بمراقبة عمل الوزارات وفضلا عن ذلك هيئة النزاهة ستراقب عن كثب جميع هذه الانسيابية تدفق هذه الأموال هيئة النزاهة خصوصا مع تولي رئاستها من قبل القاضي حيدر حنون أيضا أعتقد أنه سيطلع بدور كبير جدا بمراقبة تنفيذ السياسة المالية سياسة الاقتصادية بطريقة انسيابية تضمن تدفقها دون أي شبهات فساد قد تطال بعض مفاصل دوائر الدولة خصوصا المفاصل التي تعنى بالمال الذي يحتك بالمواطن بصورة مباشرة والعقود والمناقصات والمزايدات والعقود التي تدخل ضمن رؤية تشغيلية مستقبلية لتكون على الأرض لدينا طرق وجسور السيد الرئيس الوزراء مهتم جدا بالطرق والجسور الخطة القادمة الأنفاق والمجسرات الخطة التي تليها شق الشوارع الخطة التي تليها بناء مساكن للسكن لأن هناك أزمة السكن ضاربة بأطنابها بكل أنحاء العراق نعم جزيلة أشكر لك سيد فاضل أبو رغيف الخبير الأمني والستراتيجي